هم كانوا يقولون أنه ندافع عن العاصمة لأن الجيش الليبي كان يحارب الإرهابيين في شرق ليبيا من حارب الليبيين طرد داعش وغيرها من درنة ومن حقول النفط ومن بنغازي ومن كل مكان يعني مهمة الجيش هو محاربة الإرهابيين وتحرير البلاد من هذه الشراب لكن عندما الأمر يتطور وكان يريد هذا أيضا في طرابلس عندما يتطور الأمر إلى التخريب من هذه الجماعات التي لا يتحكم فيها لا سيد السراج ولا أين أحد هناك وقفة ليس من الجيش فقط من الشعب أيضا